منذ الدلاع الأزمة في ليبيا وتركيا تحاول الحصول على موطئ قدم لمحاولة تحقيق مطامعها السياسية والاقتصادية هناك وذلك عبر تقديم السلاح والدعم للميليشيات والأحزاب التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي فاعتمدت أنقرة هذه الاستراتيجية المزدوجة في عدد من الدول العربية من دون أن تنجح في أي منها ماذا تريد تركيا من ليبيا؟ وهل ستستطيع أنقرة أن تحقيق مشروعها هناك بعدما فشلت تجاربها في أكثر من دولة عربية؟ في سوريا دعمت أنقرة الميليشيات ذات التوجه المتطرف بهدف توسيع سيطرتها الميدانية وبالتالي الحصول على قبول شعبي قد يؤثر على مجريات أي حل سياسي لكن الخطة التركية فشلت وغرقت أنقرة وميليشياتها في المستنقع السوري وفي تونس توسلت تركيا الانتخابات النيابية ورئاسية لإصال مرشحي تنظيم الإخوان إلى السلطة نجحت الخطة لكن نتائجها العملية لم تكن على قدر طموخات الشعب التونسي فتراجعت النهضة وتراجعت معها أحلام تركيا فحاولت أنقرة تكرار التجربة السياسية في مصر هنا أيضا نجحت الخطة التركية إلى حين عبر استغلال الديمقراطية لكن النموذج الإخواني في الحكم في مصر فشل فشلا ذريعا في السودان طرقت تركيا باب الاقتصاد وحاولت إقامة علاقات أوثق مع نظام البشير وحاولت أنقرة بشكل خاص السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من خلال اتفاقية الاستثمار في جزيرة سواكن واعتبرت الصفقة تهديدا مباشرا لمصر ومع عزل البشير بدأت أحلام تركيا تتبخر في السودان أما في ليبيا فاستغلت أنقرة تدخل النيتو والفراغ السياسي الذي أعقبه لدعم الميليشيات المتطرفة هناك ويرى المحللون في دعم أنقرة للميليشيات والأحزاب القريبة من تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا محاولة لمحاصرة مصر وتقويد أمنها كما يوجد عامل اقتصادي لا يقل أهمية عن العامل السياسي للتدخل التركي بشؤون ليبيا وأثار غضب أنقرة توسع الجيش الوطني في شرق البلاد لأسيما في منطقة الهلال النفطي كما ترغب الحكومة التركية في ضمان استثمارات لها في مرحلة إعادة أعمار ليبيا يقول محللون أن تركيا أردغان تريد من كل تجاربها هذه استحضار أبوية السلطنة العثمانية ويرى آخرون أنها تطمح لاستنساخ نموذجها عن حكم الإسلام السياسي لكنها في الحالتين اختارت السيرة في الطريق الخاطئ معنا من القاهرة الباحث في الشؤون الليبية سيد محمد فتحي أهلا بك سيد محمد سيد محمد لا يخفي على كثير من المتابعين في الشأن الليبي حجم التدخل التركي منذ بدايات هذه الأزمة إلى وصوله اليوم إلى اختطاف أحلام الليبيين وبشكل كبير لكن اليوم المسألة وصلت إلى مسألة عسكرية من قبل هذه الميليشيات تابعة لحكومة الوفاق مع الجيش الليبي ورأينا ما حدث في غريان ما أهدف الجانب التركي اليوم في ليبيا وفي هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم تركيا تريد من ليبيا أولا بقاء أنصارها من جماعة الإخوان الإرهابية ثانيا التواجد الاقتصادي لها بعد أن ضرب اقتصادها الداخلي فبالتالي منذ 2014 وتركيا لديها استثمارات كثيرة جدا وأعتقد أن اتفاق السخيرات الذي جاء بالسيد فايز السراج وحكومة الوفاق كانت هناك أياد خفية لتركيا في هذا الاختيار حتى تنفذ مشروعها التي تريده تركيا أبرمت مع حكومة الوفاق استثمارات كبيرة جدا تجاوزت المتين مليار دولار وهو حجم استثمارات كبير جدا يتمركز أغلبه في طرابلس الذين يدافعون عنها باستبسال واستماتة والذين جمعوا لها كل الميليشيات الإرهابية وأعتقد أن الذي يتحدث عن التدخل التركي في الشؤون الليبية الآن ليس تدخل هو حرب لتركيا على الأراضي الليبية لأن كل المتواجدين في طرابلس هم خبراء عسكريين من تركيا والذين يديرون المعاركة هم خبراء عسكريون من تركيا وبالتالي حتى أن الخطاب المعادي الذي جاء تجاه الجيش الليبي بعد أن أعلن الجيش الليبي استهداف كل الأهداف العسكرية التركية ويعتبرها أهداف معادية سواء في البر أو في البحر أو داخل ترابلس جاء خطاب للخارجية التركية يؤكد على أن تدخلهم أصبح سافرا للغاية أصبح تدخلهم يعقد الأزمة كثيرا تحدثوا على أنهم سوف يستهدفون الجيش الليبي على الأراضي الليبية وأعتقد أن الإشكالية الكبرى في أن العامل الاقتصادي الذي توغل في ليبيا منذ 2014 حتى اليوم النقطة الثانية هي التمركزات ودعم الميليشيات وتدريبهم ودعمهم ببعض الخبراء الأتراك من الجيش التركي داخل ليبيا وعددهم كبير جدا غير الذي يعلن عنه في الإعلام عدد الخبراء التركيين الذين يدورون المعاركة من داخل ترابلس كبير جدا وباتفاق مع سيد فايز السراج وأعتقد أن الجيش الليبي عندما بدأ عملته في 4 أبريل سيد فايز السراج ذهب إلى تركيا أكثر من مرة بالإضافة إلى سيد خالد المشري الإخواني وهو رئيس مجلس الدولة الذي أتى بها أيضا اتفاق السخلات الذي جاء نكبتا على ليبيا وأعتقد أن الأولماء المتحدة تفضل نعم لكن هنا يستوقف المر أيضا مسألة أن حكومة فايز السراج حكومة الوفاق هي الحكومة معترف بها دوليا وبالتالي جميع ميزانيات يعني ليبيا وهي بمئات المليارات تصب في البنك المركزي التابع لهذه الحكومة ألا ترى هناك أفق نعم لكن ألا ترى هناك أفق يعني صعب لأن هذا التمويل يذهب لهذه الحكومة وبالتالي يذهب هذه الميزانيات وهو مستمر الحل يكمل أين هنا أعتقد أن المشير خليفة حفتر عندما استولت العناصر الإرهابية على الحكومة النفطية في العام الماضي واستطاع الجيش الليبي أن يطردهم ويؤمن الحكومة النفطية قام المجتمع الدولي ولم يقعد عندما أراد الجيش الليبي أو أراد البرلمان الليبي أن تكون هذه الميزانية وهذه الاتفاقات وهذه التدفقات البترولية لحساب البنك المركزي في المنطقة الشرقية أعتقد أن العالم كله تحدث حتى الأمم المتحدة تدخلت في هذا الأمر وقالوا أن البنك المركزي الموجود في ترابلوس الذي تسيطر عليه الأسف حكومة الميليشيات الإرهابية وحكومة الوفاق تسيطر عليه أموال الليبيين تذهب إلى هذا البنك المركزي الذي يدعمون به العناصر الإرهابية أعتقد أن الأموال الليبية تقتل الشعب الليبي وهذه كانت خطيئة كبرى عندما تدخلت الأمم المتحدة وتدخل السيد المبعوث الأممي غسان سلام وتحدثوا إلى المشير خليفة حفتر عندما أراد أن يتخذ هذا القرار في البداية أعتقد أن الحكومة النفطية والتنفقات النفطية التي تأتي للبنك المركزي ثم بعد ذلك تتحول إلى حكومة الوفاق وحكومة الوفاق حتى في السفارات الخارجية حتى في الخارج حكومة الوفاق ضغطت على الموظفين في أكثر من سفارة حول العالم ضغطت عليهم بالمستحقات المالية وأرغمتهم أيضا على أنهم يؤيدون الحكومة الوفاق ويدونون الأعباء في أكثر من دولة ما الحل أمام هذا الموقف المتأذن؟ الحل يكمن أن يعود البرلمان الليبي إلى دوره التشريعي وأن يتم مخاطبة المجتمع الدولي لإعادة النظر في شرعية حكومة الوفاق وأن يتم أيضا لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن تخاطب العالم بهذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية ويكشفونها وأعتقد أن الوجود التركي أصبح واضحا للجميع حتى أن أنقرة أصبحت اليوم تستنكر ما يقوله الجيش الليبي الجيش الليبي يقول أنهم يريدون استهداف كل الأهداف التركية على الأراضي الليبية لم يقولون على الأراضي التركية فهو ليس عدوان للجيش الليبي هو دفاع مشروع عن أمنه القومي وأمنه داخل بلادي فبالتالي عندما تتحدث عن قرب هذه اللهقة لكن سيد محمد جميع المناشدات الدولية يعني يبدو هناك شبكة مصالح عالمية وخصوصا أوروبية مع هذه الحكومة لذلك أي مناشدات كانت من الجيش الليبي ومن البرلمان لم يتم الاستماع إليها وهذه مشكلة رئيسية عندنا موطة داخل مهمة عندنا موطة داخل مهمة جامعة الدول العربية نعم ولكن دعني أعود إلى مسألة مهمة وعليها أن تضغط في هذا الإطار الجامعة العربية تحدثت في هذه المسألة أكثر من مرة لا يوجد حل مع هذه المسألة ربما في خضم العملية العسكرية تركيا قالت إذا كان الجيش الليبي يهدد مصالحنا في ليبيا فنحن سنرد بكل قوة ما هي المناطق التي يخافون منها ما هي مصالحهم أو ربما المواقع التي يستثمرون فيها ويخافون عليها في الداخل ليبيا يعني ممكن تسبب وجع لهم طبعا الاساسمارات كلها متمركزة بشكل كبير أكثر من 80% موجودة في ترابلس ثم المنطقة الغربية 20% يعني موزع على المنطقة الغربية وأعتقد أن لهم صالح الاقتصادية كبيرة جدا في غريان والذي جعلهم يفعلون ما فعلوا في غريان حتى أنهم الأسف الشديد قتلوا جرح الجيش الليبي في مستشفى غريان بتعليمات من تركيا بتعليمات مباشرة من تركيا يعني أعتقد أن السيد فايز السراج ما هو إلا صورة فقط الذي يحارب على الأراضي الليبية هي تركيا وسيد وأردغان لكن فايز السراج لا حول له ولا قوة هو ينفس تعليمات فقط حتى أن المبادرات التي يترحى فايز السراج يأتي بها من الغرب ومن تركيا الدور السيء للأسف الشديد هو دور المبعوث الأممي ودور بعثة الأمم المتحدة وأيضا جامعة الدول العربية ليبيا دولة عربية يعني على جامعة الدول العربية أن تحمي مصالحها وتركيا دولة أجنبية تدخلت بشكل مهين وسافر في الشؤون الليبية فعلى جامعة الدول العربية أن تعقد اجتماعا طارقا بأغلبية أعضاؤها ولا تدين بل تطالب المجلس الأمن والأمم المتحدة المشكلة من يمثل ليبيا سيد محمد من يمثل ليبيا في الجامعة العربية هو من قبل حكومة الوفاق هناك مرة أخرى مشكلة حقيقية في الاعتراف هذه إشكالية كبرى طيب دعني أسألك أسألك هنا بما أن هناك تدخل تركي وهناك دعم تركي كبير لحكومة الوفاق وهذه الميليشيات الإرهابية لماذا لا يكون هناك دعم عربي خصوصا من الدول العربية الرئيسية لجانب الجيش الليبي لأن الدعم التركي أصبح مفضوحا ومفتوحا أيضا أنا شايف أن مصر والإمارات والسعودية هم الذين يتحدشون عن الجيش الليبي وعن استقرار ليبيا ولديهم رؤية حقيقية للاستقرار ليبيا وعلى جامعة الدول العربية أن تضغط في هذا الإطار في إطار ما تتخذه الدولة المصرية لأن لبيا أنا أتحدث عن العمل العسكري سيد محمد العمل العسكري التركي قوي لماذا لا يكون هناك عمل عسكري عربي قوي أيضا هناك الآن هذا يحتاج إلى قرار من جامعة الدول العربية وعلى جامعة الدول العربية أن تكتمع في هذا الشأن ويحتاج أيضا إلى اجتماع عربي حول كيفية دعم الجيش الليبي ومناشدة المجتمع الدولي برفع الحظر عنه الأسلحة تأتي لحكومة الوفاق والميليشيات الإرهابية من كل فجد وتأتي من قطر وتأتي من تركيا وهذا تدخل واضح وصريح ولكن الجيش الليبي يحارب بالليبيين فقط وأنا أعول على أن هناك سيكون هناك قرار لجامعة الدول العربية والدول الداعمة للاستقرار الليبي سوف تتدخل في الأيام المقبلة لأن هذا الوضع يجب أن يتدخل فيه الجميع تدخلا نحو حماية الدولة الليبية التي تعد عضوا في جامعة الدول العربية والإشكالية الكبرى في أن من يسير الأمور المجتمع الدولي والذي يؤزم وعقد المشكلة عندما يسير الأمور حكومة تقاتل معها الميليشيات الإرهابية وتأخذ زعما من الخارج وتقتل أبناء الجيش الليبي فهو الذي يعمق ويؤزم المشكلة ولذلك يجب على المجتمع الدولي وعلى الدول أن تضغط تجاه الأمم المتحدة والمجلس الأمن لكي يتم التخلي عن هذا الاتفاق اتفاق السخيرات الذي جاء بالإخوان المسلمين ومكانهم الذي جاء بالميليشيات الإرهابية ومكانهم من خلال سطار شرعي يعني أنا أطالب الدول العربية القوية ذات الأصيط العالمي وذات الضغط الدولي هذه المشكلة الحقيقية سيد محمد يعني لا يبدو هناك أي استجابة من المجتمع الدولي حول هذه المسألة شكرا لك أنا معي من القاهرة الباحث في الشؤون الليبية سيد محمد فتحي شكرا جزيلا لك